المشاركات دينا في الألعاب باراولمبيا اللي كانت مؤخرا في باريز صراحة الدورة كانت هاد مرة مختلفة خصة أنا عندي هادية تجربة الرابعة ديالي يعني التنظيم كان صراحة تنظيم رائع حضرنا الكين فرق ما بين الألعاب اللي فاتت الجمهور كان بوحد كتفات شجيع تنظيم يعني جيد ما كان لقيناش صعوبات في الملاعب باش الدخول ديالها في التدريب يعني كل شي كان متوفر هاد المرة بواحد الكيمية مزيانة وكل شي كان مدرس يعني رتاحينه في هاد الألعاب صراحة وكنتمنى وحدة الألعاب الجاية ديالي لوسانجلوس تدوز في واحد دوروف جيدة أكيد رياضة ديالنا ماشي سهلة غير قد جي وقتمشي تشارك في الألعاب باراولمبيا وغتجيب مضاي أكيد يعني رياضة ديالنا خاصة يعرف كل شي انها كنا واحد صعوبة واحد تحدية كتير اللي كان عانو منها خصوصا في الولوج الملاعيب طريقة باش غير يخرج للشخص وذيت إعاقة من دارو يدي الرياضة راها واحد إنجاز عاد كي تصطادم بالواقع ديال الملاعيب ما تقدرش تدخل لها كيلي ما تقدر تدخل لها كيلي ما ومفيها شوالوجيات باش تدخل لها يعني وقد تحتم عليك حتى الانواع الرياضية كتدير واحد الانواع رياضية اللي اللي في متناول يعني ما تقدرش تدير شي انواع اخرى لان المعدد ديالها كغالية بزاف هادو ممن الصعوبات اللي كان لقاوه عاد من آخر حاجة كنفكر فيها هو الخصم مني كندخلو لهذا الميدان يعني مني كنفوتو هاد صعوبات كاملة عرف ان ما كيبقاش يعني كتخمم الخصم يعني كتكون عندك هذيك المرحلة رغم الصعوبة ديالها كتكون عندك انت كتقول دوز ذك العدب كامل هادش ماشي مشي مشكيل وكنتمنى ان شاء الله مستقبلين لنا تحت فراس وتوجيهات جيدة غادينا نقدر نحققه نتائج حسين ونمشو بعيد بهذه الرياضة كيف ما ديرين بزاف تيل الدوال يعني كي عندهم بزاف تيل ديال المنافسات الانواع الرياضية ماشي احنا دبالله كننختصروا على ثلاثة انواع رياضية ربعة في حين كنين بزاف تعل رياضات اللي محرومين منها كنتمنى مستقبلا هاد رياضات تلقى واحد ايشعة اكتر وتلقى المسؤولين يتموا بها اكتر ويعطوا الفرص بزاف ديال انواع الاعاقات اكيد احنا ما مشينات بمحتم كل لعبوا على الميضاي خصى اللعبة ديال نحنا صعيبة فيها مفاجأة بزاف لالعب بارة اولمبيا احنا خاصة كتكون كتقلب على كتلعب على الروكور باش يلا تضمن احدى الميداليات الى كتابت ليك لانه دائما كين المفاجآت ولكن كنكونوا اصلا موجدين ومركزين بزاف كيكونوا بعض العراقين اللي صراحة ما كيساعدونش ولكن كنحاولوا نتفادوهم باش نمتلوا البلادية النفق احسن تمثيل كيكون دعم الوزارة الوصية والجبيعة في استعدادات رغم داك شي مكافيش لانه على حسب المينح اللي كتتقدم مشي في نفس المينح اللي كتتقدم مثلا الشي رياضة اخرى ولكن يعني يكون داك شي ضعيف ولكن مهم يعني درنا تربوصات اللي تقريبا في حدود مئتين يوم يعني هي مدة قصيرة يعني ماشي شي مدة اللي كتتسمى كباقي الدول استعدادات الالعاب الاوليبية ولكن في نفس الوقت ركينين دول اللي كيدوزوا وقل منا ولكن احنا دائما كنتمحوا علاش بلادنا الحمدولله بلاد الخير وبلاد كل شي يعني على اسمن الرجي يكونوا ايام استعدادات كتار باش يكونوا نتائج كتر ان شاء الله اشتركوا في القناة